أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وتفضل علينا بتلاوة آي كتابه وتكرم حمدا يليق بجلاله وجماله وصلاة وسلاما أتمين أكملين على البشير النذير إمام الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعي اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوصلنا إلى نهاية محاضراتنا في الدرس الأخيرة والمحاضرة الأخيرة والتي تتحدث عن التفخيم والترقيق بالنسبة للتفخيم لغة هو عبارة عن التسمين أما الصلاحا هي عبارة عن سمن يدخل على الحرف عند النطق به حتى يمتلئ الفم بصداه والتغليز والتفخيم بمعنى واحد الترقيق عكس التفخيم فهو لغة عبارة عن التخفيف والتنحيف والتنحيل لا الصلاحا هو عبارة عن نحول ضعف يدخل على صوت الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه الآن وردنا أن نتعرف على أحرف التفخيم والترقيق أو التقسيم بين التفخيم والترقيق من الحروف هناك ثلاث تقسيمات تقسيمة الأولى حروف مفخمة دائما التقسيمة الثانية حروف مفخمة أي مرققة دائما وبينهما حروف ترقق أحيانا وتفخم أحيانا أخرى حسب طبعا الحركة أو موضع الحرف أو ما إلى ذلك الآن بالنسبة للحروف المفخمة دائما هي مجموعة في خصة ضغط قذ يعني حرف الخاء حرف الصاد حرف الضاد حرف الغين حرف الطاء حرف القاف حرف الضاء أيا كانت هذه الحروف مضمومة مفتوحة مكسورة في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة ساكنة أيا كانت تعتبر حروف مفخمة دائما ولا يعتريها أي حالة أخرى سوى التفخيم هناك أحرف أخرى وهي ما تبقى من هذه الحروف تأخذ حكم الترقيق بمعنى أنها مرققة دائما كحرف الباء وحرف التاء وحرف الشين حرف الدال حرف الثين حرف الذال أحرف كثيرة يعني ما عدا هذه الحروف في اللغة العربية تكون حروف مرققة لكن هناك حالة أخرى أو في التقسيمة هناك تقسيمة ثالثة بعض الحروف تأخذ أكثر من حالة ممكن أحيانا نجد أنها مرققة وأحيانا أخرى نجد أنها مفخمة تبعا الحركة أو الحرف الذي قبلها أو الحرف الذي بعدها بالنسبة لهذه الأحرف أو نعم الأحرف التي يعتريها الحالة التفخيم والترقيق أولا اللام اللام لو جاء في السؤال قال حرف اللام من الأحرف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى هل الإجابة صحيحة ولا خاطئة؟ طبعا خاطئة اللام هنا محصورة في لفظ الجلالة يعني اللام لفظ الجلالة هي الفقط التي تفخم وترقق أما اللام كلام هي مرققة دائما لأنها ليست من حروف خصة ضغط انقذ إذن حرف اللام مرقق دائما لكن لو قيد كلمة لام بلفظ الجلالة هنا نقول بالتأكيد أن لام لفظ الجلالة تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى بالنسبة لي وطبعا هناك حالات وسنذكرها إن شاء الله بالنسبة لحرف الراء أيضا من الأحرف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى الألف المادية تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى والألف المادية لأن الكلام فيها قليل الألف المادية تفخم وترقق تبعا للحرف الذي قبلها للحرف الذي قبلها فمثلا إن كان الحرف الذي قبلها مفخما تكون الألف مفخما إن كان الحرف الذي قبلها أو يسبقها مرققا تكون الألف المدية تبعا له مرققة فمثلا الكافرين الكافرين حرف الكاف مرقق فتكون الألف المدية مرققة كلمة الضالين الألف المدية أو حرف الضاد من أحرف التفخين فتكون الألف المدية التي بعده ألفا مفخمة تبعا للحرف الذي قبلها الآن لو ركزنا في صوت الحرف الضا آ آ لكن الكا كا آ آ إذن أحيانا ننطقها آ وأحيانا ننطقها آ حسب الحرف الذي قبلها إذن الألف المدية الكلام فيها بسيط جدا كما قلنا تبعا الحرف الذي قبلها فإن كان مفخما تفخم وإن كانت مرققة ترقق ولا إشكال في ذلك على عكس الغنة الغنة تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى وقلنا هذا الكلام في حكم الإخفاء الحقيقي قلنا النون هنا الغنة فيها تفخم في حكم الإخفاء منكم وأحيانا نقول أن صددناكم الغنة هنا مفخمة لأن بعد حرف نون الساكن جاء حرف الصاد خصة ضغط انقذ حرف الصاد لكن منكم الغنة هنا مرققة لأنه جاء بعد النون حرف الكاف إذن الألف المادية تتبع ما قبلها من أحرف أما الغنة تتبع ما قبلها أما الغنة تتبع ما بعدها نأتي الآن لنركز على حرف اللام كلمة اللام وحدها خطأ وإنما لام لفظ الجلالة لام لفظ الجلالة أحيانا يفخم وأحيانا يرقق متى يفخم ومتى يرقق طبعا يفخم لفظ الجلالة أولا إذا ابتدأنا به كأن نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم نحن بدأنا الكلام بالله الله لو أردنا أن نجرد الكلمة أو نأخذ فقط حرف اللام نحن لا نقول لا نحن نقول لا اللام هنا مفخمة لأننا ابتدأنا الكلام بها لام لفظ الجلالة أو إذا جاء قبل لام لفظ الجلالة حرف مفتوح كأن نقول أو كقول الله سبحانه وتعالى شهد الله شهد الله الدال مفتوحة ولأنها مفتوحة أو سبقت لام لفظ الجلالة بالفتح هنا تكون لام لفظ الجلالة مفخمة أو إذا سبقت بضم كقوله سبحانه وتعالى قال إني عبد الله عبد الدال هنا مفخمة الدال هنا مضمومة فإذا سبقت بفتح أو بضم كانت لام لفظ الجلالة مفخمة أو إذا ابتدأنا بها الكلام إذن متى ترقق؟ ترقق في حالتين الحالة الأولى إذا سبقت بكسر إذا سبقت بكسر كأن نقول أفي الله شك أفي الله شك هنا الله لم نقول الله وإنما قلنا الله أفي الله شك أو إذا سبقت بتنوين نحن نقول قوماً الله طيب لماذا تصبأ إذا سبقت بتنوين؟ منعاً من التقاء الساكنين نعوض عنه بكسر فكأن هنا نحن سبقنا لام لفظ الجلالة بماذا؟ بكسر لكن الكسر ليس حقيقياً وإنما كسراً عارضاً بسبب التنوين إذن لام لفظ الجلالة تفخم إذا سبقت إذا ابتدأنا به الكلام أو سبقت بفتح أو بضم وترقق إذا سبقت بكسر أو سبقت بتنوين هذا بالنسبة للم لفظ الجلالة ننظر إلى مقبل الراء مفتوح أو مضموم إن كان مفتوحاً أو مضموماً تفخم إذن إذا كانت الراء مضمومة مفتوحة ساكنة وقبلها مفتوح ساكنة وقبلها مضموم تعتبر مفخمة أو إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر ولكن هذا الكسر ليس أصلياً وإنما كسر عارض لو أردنا أن نمثل لمثل هذه الحالات إذا كانت مضمومة كأن نقول ركعا لم نقل رو وإنما قلنا رو ركعا لا رايب فيه ذلك الكتاب لا راه الراه هنا مفخمة لأنها مفتوحة أما في حال أن تكون ساكنة وقبلها مضموم قرآنا عربية قر الراه هنا ساكنة وقبلها مضموم إذا سبقت إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح قرية هنا الراء ساكنة وقبلها مفتوح طب إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر ليس أصليا وإنما عارض نقول إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي لكن إذا أئذن الآن نركز قليلا إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر عارض تأخذ حكم المفخة طب ساكنة وقبلها كسر أصلي لكن وقع بعدها حرص تفخيم ويشترط شرط آخر وأن يكون هذا الحرف متصل معه في نفس الكلمة ككلمة فرقة مرصادة قرطاص هنا أيضا تفخم الراء الحالة الأخيرة إذا كانت الراء في آخر الكلام هي ساكنة مدام في آخر الكلام ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مفتوح أو مضموم أيضا تكون مفخمة تكون مفخمة إذن مضمومة مفخمة مفتوحة مفخمة ساكنة قبلها مضموم تفخم ساكنة قبلها مفتوح تفخم ساكنة وقبلها ساكن مع دليا وقبلها مفتوح أو مضموم أيضا تفخم ساكنة قبلها مكسور لكن كسر ليس أصلي تفخم ساكنة وقبلها كسر أصلي لكن بعدها حرف تفخيم متصل معها في نفس الكلمة تعتبر مفخمة إذن متى ترقق الراء ترقق الراء عكس هذه الحالات إذا كانت دائما الترقيق الإنسان المكسور يكون رقيق ولذلك الكسر دائما يرافقها الرقة إذا كانت الراء مكسورة فهي مرققة قوله تعالى رجال لا تلهيهم لم نقل رجال وإنما قلنا ري 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 رجال أيضا إذا كانت ساكنة لكن قبلها مكسور في التفخيم ساكن قبله مضموم أو مفتوح لا في الترقيق ساكن وقبله مكسور قوله تعالى إن فرعون فر فر فرعون أيضا إذا كانت الراء متطرفة أي في آخر الكلام في آخر الكلمة راء وقبلها حرف ساكن وقبل ذلك الحرف الساكن كسر هنا قلنا ساكن ساكن مفتوح أو مضموم لا هنا ساكن ساكن وقبله مكسور كقوله الذكر أو السحر أو الشعر أيضا إذا كانت الراء متطرفة وقبلها ياء ساكنة ووقفنا على يشترطنا في التفخيم أن يكون ما قبل الراء الساكنة المهم أن لا يكون لماذا؟ لأنها لو كانت ياء سترقق كقوله قدير نذير خبير أيضا إذا كانت الراء ساكنة قبلها مكسور كسرا أصليا لكن بعد حرف استعلاء إذا كنتم تذكرون قلنا الاستعلاء شرط في التفخيم أن يكون متصل في نفس الكلمة ككلمة فرقة أو قرطاس أو مرصادة هنا في التفخيم في ترقيق العكس يشترط أن يكون حرف التفخيم منفصل عن الكلمة كقوله تعالى فاصبر فاصبر صبرا فاصبر صبرا أو ولا تصعر خدك هنا كلمة خدك جاءت في كلمة منفصلة عن ولا تصعر عن الراء الراء ساكنة قبلها مكسور بعد حرف تفخيم لكن ليس متصلا معها في نفس الكلمة الآن بالنسبة لحرف الراء تحديدا هناك أحيانا يعتري بعض يعني في بعض الحالات يجوز فيها تفخيم والترقيق معا يجوز تفخيم والترقيق في حالتين فقط الحالة الأولى إذا كانت الراء ساكنة قبلها كأصلي لكن بعد حرف استعلاء هناك تركها مطلقة لكن هنا حرف استعلاء مكسور حرف الاستعلاء يشترط أن يكون مكسور كقوله تعالى فانفلق فكان كل فرق وممكن أن نقول فرق كالطوض العظيم أو إذا سكنت الراء نتيجة للوقف وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله حرف مكسور لو قلنا مصر مصر الآن لو وقفنا عليه سنقف عليها بساكن قبل حرف الصاد حرف استعلاء ساكن قبله حرف مكسور هنا يجوز التفخيم ويجوز الترقيق ممكن أن نقول مصر وممكن أن نقول مصر يعني يجوز فيها الوجهان العنوان الأخير الذي سنتكلم فيه وهو مراتب التفخيم الآن التفخيم له مراتب لا يفخم لا تفخم الحرف كلها بنفس الدرجة لأن هناك بعض الأحرف أقوى من بعض الأحرف وموضع الحركة أحيانا يعني الآن في حركات تعطي الحرف نوع من التفخيم أكثر من حركات أخرى الآن مراتب التفخيم المفتوح وبعده ألف كقوله خالدين أو الصابرين والصابرين في البأساء والضراء لكن لو كان مفتوحا وليس بعده ألف يكون أقل درجة إذن المد أعطى نوع من التفخيم الزائد للكلمة والصابرين فهنا أول درجة من درجات التفخيم أو أعلى مرتبة من مراتب التفخيم المفتوح وبعده ألف ثم المفتوح وليس بعده ألف وهذا أقل تفخيما يوم القيامة القيامة هنا القاف مكسورة وهي أقل درجات التفخيم لكن لا يعني لا لا تخرج عن التفخيم هي في النهاية مفخمة لكنها تعتبر أقل درجات التفخيم بهذا القدر يعني نكون قد انتهينا يعطيك ألف عافية سامحون على التقصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته